اهلا بحضركم فيه تغطية خاصة جديدة نتكلم فيها عن اهم وابرز الاحداث اللي تناولها مسلسل اختيار ثلاثة اللي فضح جماعة الاخوان الارهابية وقيادتها زي خيرة الشاطر ومحمد بديع مرشد الجماعة الارهابية خلينا نبتدي مع الحلقة التانية من المسلسل بلقاء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي اللي هو بيجسده ياسر جلال من المشير طنطاوي واللي هو احمد بدير ويخبر السيسي طنطاوي بانه هيعتذر لو عينوه وزيرا للدفاع بدل منه ولكن المشير اكد لي انه افضل قرار انه هو يقبل وعلى الجانب او على الجانب اخر بيزور السيسي منزل والدته نادية رشاد ويخبرها بتعيينه في المنصب الجديد ومن بعدها بتبتدي ان هي تدعي له المشهد بينتقل بعد كده الاصل الاتحادية ويشعر محمد مرسي واللي بيجسده صبري فواز بالقلق من ابعاد المشير طنطاوي اللي هو احمد بدير عن منصب وزير الدفاع لشعبيته الكبيرة بين افراد الجيش فيما يقوم ثلاثة من ضباط زكريا ومصطفى ومروان بالمأموريات المختلفة بهدف الوصول لأعضاء الجماعات التكفيرية واللي كان بيتواجد مصطفى خليفة اللي هو احمد السقى في سينة واستمراره في عمله في البحث عن العناصر الارهابية متورطة في حادث رفح عرضت الحلقة لحقيقة مشاهد من برامج فضائية وهجوم السلفيين على جماعة الإخوان المشاهد دي كانت حقيقية وكانت بتتعرض وقتها على الشاشة بسبب تجهلهم في اختيار الحكومة وعدم وضعهم في أي مناصب كبرى رغم دعمهم للإخوان في الانتخابات كمان المشهد بعد كيه بينتقل داخل مكتب الإرشاد ولقاء يجمع المرشد محمد بديع واللي هو عبد العزيز مخيون والقيادي الإخواني سعد الكتاتني والبحث فيما بينهما عن أزمة غضب السلفيين منهم فيما يجتمع خيرة الشاطر اللي هو خالد قصاوي مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ياسر جلال في مبنى المخابرات الحربية بحضور عباس كامل واللي هو جمال سليمان ويطلب خيرة الشاطر من السيسي أن يكون هناك تعاون بين الجيش والإخوان لأن ذلك من مصلحة البلد ويظهر السيسي وهو غير مهتم بشكل كبير بحديث خيرة الشاطر ويفاجأ الشاطر بسؤال عباس كامل عن الغدا ويقول السيسي لعباس عباس الغدا جاهز أصل شكل خيرة جمعان ومن بعدها بنشوف خيرة الشاطر بين الكلام اللي دار بينه وبين السيسي للرئيس محمد مرسي واللي هو صبري فواز وقال إنه مش مرتاح للسيسي وبيرد مرسي ويقوله إهدى أنت وبكرة يعمل كل اللي احنا عاوزينه من بعدها بيضع خيرة خطة للتصالح مع السلافيين ويقوله مرسي إن الخطة مش هتكون مرضية لأفراد الجيش في الحلقة الثالثة من الاختيار تلاتة واللي اسمها أخوانة الدولة بدأت الحلقة بزيارة مرشد جماعة محمد بديع واللي هو عبدالعزيز مفيون لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ياسر جلال أو اللي بيجسده ياسر جلال ويعترف بديع السيسي إن الشعب بيحبه وإنه بيمتلك شعبية بين الجنود أيضا وده قبل الدخول في الأمر اللي حضر في البداية من أجلو بيقول بديع للسيسي إنه فيه تباعه بينهم ويقصد القوات المسلحة ولكن بيرد سيسي ويؤكد إنه يعني يرى تدخل الإخوان في أمور لا تخصهم وإن الدولة لها رئيس فلماذا الإخوان يتدخلون في أجهزة الدولة ولماذا يذهب خيرة الشاطر وبالتاجي للأجهزة الأمنية ويطلبوا أشياء ليست من اختصاصهم ويشدد السيسي لمرشد على إن الجيش لابد أن يكون بعيدا عن الانتماءات سواء دينية أو حزبية أو حتى غيرها وإنه يكون الجيش قائما بذاته وينتقل بعد كده المشهبينة لخيرة الشاطر وتحكمه في الأمور الإعلامية على إذاعات الراديو والصورة يعني بتنتقل إلى ميدان التحرير وتظاهرات بعد مرور ميت يوم على حكم محمد مرسي للبلاد والمطالبات بعرض إنجازاته كمان استعرضت الحلقة اجتماع رئيس محمد مرسي واللي بيجسده صبري فواس بعدب من أعضاء الجماعة لكتاب الإعلان الدستوري بسبب الاعتقد أن المحكمة الدستورية تحارب مؤسسة الرئاسة ويجعلهم في مكان داخل قصر الرئاسة بعيدا عن المستشارين كمان بيقابل مرسي وزير الداخلية أحمد جمال اللي بيجسد دوره أحمد وفيق وبيقترح عليه أن تكون الدراسة في كلية الشرطة بسبب الاعتقدات أقل من أربع سنين ومن الممكن أنها تكون زي دورة لمدة سنة ولكن الوزير بيرفض بعد كده منشوف أنه بيجتمع رئيس الوزراء هشام أنديل اللي هو صبحي خليل بضباط الأمن الوطني وبيخبرهم عن زيادة مرتباتهم بشكل كبير ولكن بيرد أحد الضباط بأن فيه أخوان للدولة وده مرفوض وبينتقل المشهد لمنزل مصطفى خليفة وزوجته وابنه والكشف عن رفض مروان العدوي اللي هو بيجسده أحمد عز الزواج ومحاولة زمينه بطريقة فكهية في العمل لترتيب مقابلة مع فتاة عشان يتعرف عليها ولكنه بيمشي وبيسيب المكان يحصل مصطفى خليفة على إذن من القيادات ببدء العملية في سينة ويلتقي بالضباط زكريا يونس اللي هو كريم عبد العزيز ومروان العدوي ويبدأوا يتكلموا عن اللي بيحصل في سينة واللي حصل في الفترة الأخيرة من قرارات العفو الرئاسي الكتيرة لعدب من العناصر المتطرفة المسبونة وبعدها بيتم عرض فيديو حقيقي لعبد المنعم أبو الفتوح وهو بيكشف بعض أسرار الجماعة بعد كده ننتقل مع حضراتكم للحلقة الرابعة الحلقة الرابعة من الاختيار ثلاثة بدأت بتناول أزمة انقطاع التيار الكهرباء المتكرر ونقص الوقود في عهد محمد مرسي وبيكتمع رئيس الوزراء هشام أنديل اللي هو صفني خليل في المسلسل معه كنته لبحث الأزمة والوصول لحلول الاحتواء غضب الشعب بعد كده نشوف أنه بيفتح هشام أنديل النقاش مع الوزراء لإقتراح حلول الأزمة ليتحدث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ويؤكد أنه لابد من التحدث مع الشعب بصدق وإضاحة الأزمة الاقتصادية الحالية ليهم ووضعوهم في الصورة بأن في تحديات كبيرة بتوجيها الدول لأن هذه الأزمة لم تنتهي إلا بمشاركة الشعب ولكن الاقتراحات ما عجبتش رئيس الوزراء كمان استعرضت الحلقة اجتماع خيرة الشاطر اللي هو خالد الصاوي مع محمد مرسي واللي هو بيكون صبري فواس في المسلسل واللي كانوا بيتكلموا عن استغلال حلة الغضب الشعبي في البلد وتوجيها نحو النائب العام من أجل التخلص منه ووضعه في مواجهة المعارضة وبالفعل أصدر مرسي قرار بإقالة عبد المجيد محمود النائب العام وأصدر إعلان دستوري يعزز صلاحيته بعدها بنشوف ضابط مصطفى خليفة والي هو بيكون أحمد السقى في مأموريته وهو بيتجه لمنزل العنصر التكفيري اللي كان بيدور عليه مستغلا تواجد زوجته خارج المنزل وبيبتدي نوعي يزرع كاميراب مرأبة داخل المنزل رصدت الحلقة الحقيقة التغيرات اللي قام بها الإخوان في المصالح الفقومية وترقية أبعهم على حساب الموظفين الأقدم وهو ما حدث مع محمود البزاوي اللي بيشتغل في أحد المصالح الفقومية وهو الأقدم في المكان وكان بينتظر الترقية ليكون المدير ولكنه بيجد شخصاً آخر يتبع للجماعة أصبح المدير وأصغر سناً كمان الحياة إذن إلى هنا مشاهدين ومتابعي شاشة تلفزيون اليوم السابع نقدر نقول أن ندي ملخصات أول أربع حلقات لمسلسل اختيار ثلاثة لرمضان عشرين اتنين وعشرين شكراً لكم متابعينا وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار الساعة كنت مع حضرككم شروق وجدي وإلى اللقاء شكراً لكم